انتهي عام 2023 بعدوان إسرائيلي وحشي متواصل على قطاع غزة أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر والذي شكل منعطفا فاصلا في القضية الفلسطينية العدوان بدأته إسرائيل بغارات عنيفة على قطاع غزة كان واضحا أنها ستمضي في سياسة الأرض المحروقة التي لن ترقب في طفل أو شيخ أو امرأة إلا ولذما بعد أسبوع من بدء العدوان بدأت قوات الاحتلال بإصدار أوامر لسكان شمال القطاع بالنزوح نحو الجنوب في إطار تحضيرها للاجتياح البري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي بدأت إسرائيل بالتوغل البري داخل القطاع الذي تعرض خلاله الجيش الإسرائيلي لخسائر بشرية ومادية فادحة وثقتها المقاومة بالصوت والصورة وفي الثلاثين من أكتوبر أغلقت إسرائيل الطريق بين شمال القطاع وجنوبه في محاولة منها لفصل مدن القطاع عن بعضها البعض في الرابع والعشرين من نوفمبر أثمرت الوساطة المصرية القطرية في التوصل إلى هدنة مؤقتة امتدت أسبوعا مقابل تبادل لعشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل إضافة إلى إدخال المساعدات لكل مناطق غزة وصباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر أنهت إسرائيل الهدنة بغارات مكثفة على القطاع وبشكل أعنف مما كان عليه قبل الهدنة ومن وقتها تعددت المجازر واستشهد منذ بدء العدوان 22 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء بينما عاودت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في المقابل تضمنت خسائر إسرائيل منذ بدء طفان الأقصى مقتلى ما يقرب من 1600 عسكريين ومستوطن ونزوح عشرات ألاف المستوطنين من غلاف غزة فضلا عن الخسائر الاقتصادية لكن الخسارة الأكبر بحسب متابعين هي تحطم أسطورة التفوق الأمني والاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي أمام بضعة آلاف من أفراد المقاومة